موسيقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر ونتدبر ونتأمل في أسماء الله الحسنة واليوم نتحدث عن اسم عظيم من أسماء الله الحسنة هو العظيم وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الواقع فسبح باسم ربك العظيم ما معنى العظيم من الناحية اللغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد كلمة عظيم تطلق في اللوة العربية على معاني ثلاث باختصار المعنى الأول أن يكون يعني عظيم الرتبة وعظيم الشأن سواء وصف به إنسان أو وصف به غير الإنسان وورد هذا في القرآن الكريم وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم المعنى الثاني لعظيم هو ضخم أو ضخامة وخاصة إذا كان ضخما جثة فيقال الإنسان الضخم أنه رجل عظيم وأيضا المعنى الثالث والأخير هو العظيم بمعنى الكثير العدد فيقال مال عظيم أو عنده مال عظيم بمعنى أنه مال كثير جدا وواضح أن هذه الإطلاقات اللغوية طبعا لا يمكن أن تنسحب كلها على تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا لسم ولكن سنعرف أن هناك نوع معين أو يعني معنى معينا بمستوى معين هو الذي يليق بتسميته سبحانه وتعالى العظيم من هنا نقول أن المعنى الأول هو الذي يمكن أن نستقي منه اسم العظيم بالمعنى الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى عظم الشاء وهو العظم وهو العلو علو الشاء سبحانه وتعالى ولكن يعني نلفت النظر سريعا إلى أن الآيات التي وردت في القرآن بهذا الاسم منها مثلا يذكرون وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الواضح في هاتين الآيتين أن الوصف العظيم متجه إلى الله سبحانه وتعالى للذات العالية وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكثير وحضرتك ذكرت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم دي فيها خلاف يعني قالوا الوصف هنا الوصف للإسم وليس لله سبحانه وتعالى يعني فسبح باسم ربك العظيم فسبح بالاسم العظيم لربك بدأوا يقولون هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى فإذا كان الاسم هو المسمى فالعظيم دي ينصرف إلى المسمى وإن كان غيرا يبقى العظيم دي لم يوصف بها الرب وإنما وصف بها اسمه يعني دي معرفة قضية لغوية دقيقة هي ليست لغوية فلسفية بين المعتزلة من ناحية وبين الأشعار المشكلة يعني لكن خلينا احنا في الآيات الواضحة جدا وردت في القرآن الكريم وهو العلي العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم خلاص وردت يعني في الله فنعود ونقول أن إن العظيم إذا كان يطلق على معاني الثلاثة نأخذ المعنى الأول فقط وهو العلو في الشأن والرفعة في المنزلة فهو عظيم بمعنى عظيم الذات عظيم الصفات عظيم الأفعال الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه جسم لا يطلق عليها أنه عظيم وبمعنى أنه جسم عظيم لأن الجسم هو المركب من أجزاء فطبعا أي جسم يعني خذ أي شيء حتى الزرة مركبة فالكرسي والكذا كلهم مركب من أجزاء إذن الجسم يحتاج إلى من يركبه من أجزاء يعني الكرسي لا تستطيع أن تقول أن رجل الكرسي وظهر الكرسي وكذا هذه يعني جاءت لوحدها والتأمت إنها محتاجة إلى من يجمعها ويركبها حتى يتكون منها ما نسميه الكرسي فإذن الجسم له أجزاء مجزة وهذه الأجزاء تحتاج إلى من يركبها على نمط معين حتى يكون هذا سرير أو هذا كرسي يعني لم يوجد من العدم نعم كرسي لم يوجد من العدم لا يمكن يوجد من العدم فيش ماهذا أداة يعني الذين يلحدون يعني أنا أعجب منهم يعني يستغربون ويمنعون أن يقال له أن هذا الكرسي لم يوجد بذاته وشخصه لم يوجد ليس له نجار وليس له مصدع إنما فجأة وجدناه هكذا موجودا يمكن هذا لكن حينما تقول له أن هذا الكون له فعل أو ما لهش فعل يرضى يقبل ما لهش فعل وتقول لك نعم في حاجة اسمها الطبيعة وكذا شي غريب جدا هذا يعني على الماشي كما يقولون لكن لا نقول على الله إنه جسم لأن الجسم مركب يحتاج إلى مركب وهذا المركب لا بد أن يسبقه في الوجود النجار سبق الكرسي في وجوده فمعنى كده أن وجود الكرسي ده وجود سبقه عدم يكون أعظم منه كمان طبعا وسيكون أعظم منه فإذا يعني لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى الذي سبتت له صفة القدرة المطلقة والعلم المطلق وهو أول الموجودات وأنه لا أول له ولا أول قبله إذا قلنا والله هذا جسم نقع فيه تراقب كأنما نقول إنه سبحانه وتعالى واحد أحد فرض صمد صمد معنى أنه لا جوف له حين نقول إنه جسم بهذا المعنى كأنك تقول إنه إله لا إله تجمع بين نقضين لأنه باعتباره إله وثبت له الصفات لا يقبل التجزئة لا وجوده لا يسبقه عدم لا يحتاج إلى غيره غيره يحتاج إليه إنما لا يحتاج إلى غيره لو أحنا بهذه الصفات افترضناه عظيما بمعنى جسم تجمع بين نقضين لأن العظيم بمعنى الجسم يهدم كل ما سبق من صفات التي تبرهن عليها في باب صفاته سبحانه وتعالى طبعا إحنا دائما بنختم قراءتنا للقرآن بعبارة صدق الله العظيم لماذا اختص التصديق باسم الله العظيم دون غيره من الأسماء نعم هو أولا يعني هذا ليس يعني من السنة ولا ورد من القرآن وإنما هو كما يبدو لي يعني عادة اعتادها العلماء أو اعتادها المسلمون ولكن هناك أيضا مناسبة بين كلمة عظيم وبينما تلاه القارئ من آيات في القرآن الكريم والقرآن الكريم كله وكل آياته يعني تدل على عظمة هذا القائل أو عظمة هذا الذي أنزله فأيا كان الموضوع الذي تليت فيه هذه الآيات فواضح أن هاهنا عظمة ويعني هو حين يقول صدق الله العظيم يصدق هذا الكتاب الكريم لكن الوارد في القرآن هو أنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له نبدأ القرآن بالاستعاذة بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا حتى لا يشغلنا ولا يضلنا ولا يلقي في أفكارنا ولا في قلوبنا ما يشغلنا عن معنى التلاوة إلى آخر هذا واضح يعني وتقريبا بين لكن لم يرد فيه البسملة ولذلك كثيرون مما يتوقفون عند هذه الآية يبدأون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ في القرآن كثير ما يتوقفون عند حضرتك طبعا حتى مع بداية الصور حتى مع بداية الصور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن هم نسوا أمرا آخر وهو الحديث الشريف الوارد في هذه الأمور وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع يعني في رواية أبتر وفي رواية أقطع وطبعا يعني القراءة أمر يعني ذو بال أكبر من أي أمر آخر ذو بال يعني يحتاج إلى بال يحتاج إلى عقل متدبر طبعا يعني فهو محتاج يعني هو يجمع بين ما ورد في القرآن الكريم من البدء بالاستعازة وما ورد في الحديث من أن أي أمر ذو بال يعني لا يبدأ فيه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم فهو ناقص وأقطع وأبتر هذا هو الذي جعل الناس وده أفضل وتقريبا إجماع المسلمين عليها كذا ثم نحن نعلم أن يعني يعني أن الحديث الشريف له دور في التشريع وده المعركة بين الذين يؤمنون بالقرآن ويشككونها في الحديث أو يعني يقولون أن لا يخاجوا منها التشريع معركة كبيرة طبعا هي مش معركة هي يعني جدل من النافين للسنة أو من يعني الذين ينكرون السنة أو حقيقة هم لا يؤمنون بها ولكن لا يستطيعون أن يواجهوا الناس بالحكم مباشرة بأن نحن لا نؤمن بها أو نؤمن بها كعلى أنها يعني لا تصح فيه أو لا تستقل بحكم أو الآخر ويحتالون هنا كذا وكذا القرآن قال القرآن يا أخي القرآن من غير السنة تلتينوا لا يفهم لا يفهم إحنا عندنا في أوامر بالصلاة في القرآن الكريم في أوامر بالزكاة في أوامر بالحج كل أسس الإسلام التي بني عليها لو اعتمدنا على القرآن فقط لا نعرف عنها شيئا لأن تفاصيلها وأحكامها ووجوبها وأوقاتها ومقاديرها في الزكاة وكذا ده فيه السنة فسرت كثيرا أوضحت لنا كثيرا من القرآن طبعا أوضحت ما هي دورها إما التوضيح وإما التأكيد وإما الإنشاء إنشاء أحكام شرائية يعني الجامع بين البنت وعمتها وقالتها ده اعتمدنا على القرآن بس أتزوج البنت وعمتها ليه المسلمين رفضوا رفضا باتا هذا النوع من الأحكام أو من الانحرافات معتمدين على السنة وعلى أنها مصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي إيماننا يا مولانا ومعرفتنا بأن من أسماء الله الحسنة العظيم كيف ينبغي أن يتجل في أفعالنا وفي حياتنا اليومية طبعا هم أن يعتقدوا أن كل عظيم معهم وبينهم حقير بالنسبة لهذا العظيم الذي ذكرنا اسمه من الأسباب أيضا أيضا قالوا أن يحترم العظمة الإنسانية في حدودها الإنسانية إذا كانت تليق بصاحبها يعني أنا أنا مثلا مساحش أطلق اسم عظمة على ساحر ماهر لأن القرآن يقول له خف هذا ليس بعظيم وقص على ذلك كثير مما نسميه العظماء ونسميه النجوم ونسميه من الأطمار كل هذا يعني إنما قالوا يعني الأنبياء أولا يسحكون اسم العظمة فيعظم الأنبياء حتى ذكروا العلماء ذكروا أولياء الصالحين المحسنين يعني هما يدرجوا في الخط الإلهي ممكن أن يعني يكتسبوا لقب العظمة أو صفة العظمة ومن هنا على المؤمنين أن ينظروا إليهم في هذا الإطار ولكن الذين لا يدرجون في درب الإيمان بالله ويعني حرمات الله لا يسحقون اسم العظمة ولا يصح أن يعظمهم الإنسان يعني المؤمن المتمسك بإيمان مش معنى أنه لا يعظمهم يعني أنه يهينهم لا طبعا حرام لأن حجيني أمور أخرى تمنعني ولكن لأن العظمة فيها نوع من التقديس نوع من التقديس بهذا المعنى فحينما لا صح أن تقدس من يخرج على حدود الله حتى لو كان بارعا في هذه الصرعة وبارعا في خروجه عن حدود الله سبحانه وتعالى فهذا هو أولا أن يعرف أن كل عظيم فهو حقير إلى جنب الله ثانيا أن يعترف بالعظمة اللائقة بالإنسان إذا كان من عند الله سبحانه وإذا كان من عند الله وهي عظمة الأنبياء العلماء الأولياء أهل الخير إلى آخر فضيرة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذا النقاش المثمر والنفحات الملهمة شكرا جزيلا وأحبائنا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة ونلتقي وإياكم مع الإمام الطيب في حلقة مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة